السلام عليكم أنا محمد غناهم اشتغتم هذه الجملة أعتقد حياكم الله جميعا وإن يحبكم في الأخير أيها الجميل مجموعة علماء نفس اجتمعوا مرة وقرروا أن يجدوا أفضل نكتة في العالم النكتة التي يضحك عليها الجميع وللوصول لهذه النكتة أسسوا موقع سموه مختبر الضحك وخلال مدة عام كامل شارك مليون ونصف مشترك في دراسة لدراسة حلم الفكاهة طلبوا من المشاركين خلال هذه المدة أن يكتبوا النكتة التي تضحكهم وأن يقيم بعض الأمور من خمسة كم هي مضحكة مثلا سقوط شخص الإحراج إلى أخره واستنتجوا معلومات كبيرة جدا عن الفكاهة مثلا النكتة الأفضل يجب أن تكون مكونة من 103 كلمة الناس تفضل الاستماع إلى النكتة الساعة السادسة مساء أكثر حيوان مضحك مثلا هو البط الرجال مضحكة أكثر من النساء ومعلومات كثيرة جدا منها أطرف نكتة في العالم والتي سأخبرك عنها في نهاية الحلقة ولكن أولا مرايك أن نحل العلم الفكاهة معا بالمناسبة كلمة النكتة في اللغة العربية تعني الفوائد ألا صح أن تقول الطرف يعني بعض الكتب العربية تسمى بالنكتة لا يعني أن هذه الكتب تحتوي على أمور مضحكة لا هي تعني الفوائد هذه معلومة مش هي أبقيها في عقلك أيها الطيب وسأستمر في استخدام مصطلح النكتة لأنها الأكثر تداولة اعرف الصح وخليه جواك يعني فهمني مش لازم تكده عشان ما تتا سمة خفة الدم تعتبر الأفضل في سمات الأصدقاء عند وصفهم لذلك لابد أن نزيد من هذه السمة في شخصياتنا فكيف نصبح خفيفين دم من ناحية علمية هذا السؤال الذي سنجيب عليه في هذه الحلقة بإذن الله فأرجوك ركز معي لأنني سأطلب من في نهاية هذه الحلقة أن تطبق ما تعلمت مستعد لنبدأ على بركة الله أنت يوميا تضحك تقريبا 17 مرة كما جاء في الإحصائيات إذا ضحكت أقل من 17 مرة فهذا يعني أنك ذكي ولكن إذا ضحكت أكثر من 17 مرة فهذا يعني أنك حزين كما يتفق علم النفس وسأثبت لك الأمر لو طلبت الآن منك أن تخبرني نكتة احتمال كبير لا نضحك عليها وبالتالي تحرج نفسك صحيح لذلك يجب أن نعرف أولا كيف تتكون النكتة المضحكة النكتة المضحكة علميا تتكون عبر نظرية نفسية تسمى الانتهاك الحميد كيف سأشرحها لك؟ يعني تنتهك نفسية شخص ما بشكل آمن لم أفهم مثاليا لو صديقه أخبرك بنكتة مفادها موقف محرج حصل معك هو انتهك نفسيتك بتذكيرك بذلك الموقف المحرج ولكن بشكل آمن لأنه صديقك وتاثق به فستضحك حينها صحيح ولكن لو وقفك فجأة شخص غريب في الشارع وأخبرك نكتة فهو انتهك نفسيتك ولكنك لا تشعر بالأمن فأنت لا تعرفه لذلك ستصاب بالغرابة وربما تتجهم في وجهه صحيح نظرية الانتهاك الحميد أي نكتة في العالم قائمة على هذا المنهج يجب أن تشعر بالأمان من قائلها ويجب أن يكون بها انتهاك نفسي هذا الانتهاك ربما قد يصل إلا أن تتكلم في أمور محرية جدا وربما محرمة لذلك ليست كل الطرف حلال ولكن دعنا نقمل في تحليل الطرف علميا حتى لا تضحك على شيء معرم لاحقا لو طلبت منكم جددا أن تخبرني عن أفضل نكتة أضحكتك أنت شخصيا أغلبكم ربما سيحتاج وقت ليتذكر النكتة الجيدة التي أضحكت مرة صحيح ويجعل النكتة ناجعة هي ما يجعلها صعبة التذكر فالتشويق في أحداثها هي ما تجعلها منضحكة يعني إذا طبقت على نكتاتك نظرية الانتهاك الحميد وضفت تفاصيل أكثر تشويقا إليها ستصبح حينها نكتة مضحكة هذا من ناحية نفسية تمام؟ من ناحية طبية جلبوا مجموعة أشخاص ووضعوهم تحت جهاز الرنين المغناطيسي ثم قاموا بإخبارهم ببعض النكت المضحكة ثم قاموا بتحليل أدمغتهم ووجدوا عند الضحك تتحفز بعض المناطق في الدماغ مثلا Left Inferior Frontal Posterior Temporal Cortex الغريب أن هذه الأجزاء في الدماغ هي نفسها التي تحاول فهم التناقضات والبحث عن الحلول في حياتنا ونكتشفوا أنه كلما زادت المدة الزمنية التي يأخذها الدماغ في فهم التناقض كلما جعلك الدماغ تضحك أكثر إذن كنجد بعض الأشخاص التي تتأخر في فهم النكت تضحك بشكل أكثر من الشخص الذي فهمها بسرعة ربما تضحك بشكل هستيري حتى صحيح وهذا السبب من ناحية علمية لأنه أخذ وقت طويل في فهم التناقض فأجبره الدماغ على الضحك بشكل أكثر لذلك الأشخاص الأذكية لا يضحكون كثيرا وهذا من سلبيات الذكاء لأنه يفهم التناقضات بشكل سريع جدا فإذا تضحك أقل من 17 مرة في اليوم فهذا يعني أنك ذكي ربما يا صديقي هل أنت كذلك؟ وهذا الكلام جاء في موقع FBR الروسي فكلما كانت النكتة بها تناقض كلما ضحكت أكثر لذلك يا أحمد لكي تصبح نكتتك أكثر إضحاكا يجب أن تحقق نظرية الانتهاك الحميد وأن تضيف إليها بعض التشويق وأن تصبح أكثر تناقضا نعم أحسنت مع السرعة هذه الأمور صعب أن تجمعها في 103 كلمة كمجافل الإحصائية لتحصل على النكتة الأفضل لذلك عمل الكوميديين ليس سهل ويأخذ معهم الأمر شهور في إعداد نكتة واحدة لتضحكك والذي لا يقدر هذه الصعوبة تجده يحرج نفسه ولا أحد يضحك على نكته أو يضحك لوحده على نكته الآن أنت تعرف كيف تتكون النكتة المضحكة أريد منك أن تطبق هذه النقاط وتخبرني في نهاية الحلقة نكتة مضحكة وسأقرأ جميع التعليقات والتي تعجبني سأضع لها قلب قد يقول أحدكم الآن ما هذا الموضوع يا محمد ألم تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له كيف تتكلم عن النكتة وكأنها أمر حلال يا صديقي فكر من دماغك لمرة التنكيد إذا كان بحق وصدق فلا بأس به مع عدم الإكثار منه وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا أما إذا كان بالكذب فلا يجوز وهذه فتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله حتى أنه في دراسة في جامعة 2 تير بباريس جاء فيها أن الأطفال بالغين من العم ثمانية عشر شهرا يمكن أن يتعلموا بشكل أسرع إذا كانت طريقة الشرح جعلتهم يضحكون وفي دراسة أخرى جاء فيها أن الضحك لمدة دقيقتين تعادل المشي لمدة 20 دقيقة ولكن نحن نلاحظ أن أغلب النكتة هذه الأيام تعتمد على الأمور المحرمة مثل الأمور الجنسية والاستهزاء من لون معين أو جنس معين أو بلد معين إلى آخره من باب التناقض الذي هو من مكونات النكتة كما أخبرتك وهذا محرم ولا يجب أن تستمع له في الأساس وإذا استمعت لها نعتقد أنك ستضحك حينها لأنك تعلم في نفسك أن صاحبها أخذ وقتا مطولا في إعداد هذه النكتة بمقوماتها لتضحكك فلا أعتقد أنك ستضحك على نكتة بها قذف أو شتم أو استهزاء الآن دعني أخبرك عن أفضل نكتة في العالم كما جاء في جمعية العلوم البريطانية لا تتحمس كثيرا أن شخصيا لم أضحك لها لما قرأتها وسأقرأها عليك خراءة أحمد أخبرهم أنت بالنكتة لا ما حضرت إثنين من الصيادين كانوا في الغابة وفجأة أغمي على أحدهم فاتصل الأول على الإسعاف وهو يلهث قائلا أعتقد أن صديقي مات ماذا أفعل فيجيب عامل الطوارئ اهدأ سأساعدك يجب أن تتأكد هل هو ميت فسادت لحظة صمت مع صوت طلقة مندقية ليعود الأول قائلا تأكد ماذا الآن هذه مع الأسف أفضل نكتة إحصائية لم تضحقني صراحة لما قرأتها المرة الأولى فلا ألومك ولكن بشكل عامل الضحك مهم فأحبك مبتسما وللضحك فوائد كثيرة مثلا منها مخفف للآلام في دراسة تم إجراؤها على 53 طالبا جامعيا أبلغوهم بأنهم سيتعرضوا لصدمة كهربائية خلال 12 دقيقة وأثناء انتظارهم لحدوث صدمة كهربائية استمع بعض من الطلبة إلى شريط تسجيل كوميدي وجزء الآخر منهم استمع إلى شريط تسجيل خالي من الضحك وجزء منهم لم يستمع لشيء فكانت النتيجة أن الطلبة الذين استمعوا إلى الشريط الكوميدي يشعروا بغلق أقل أثناء الصدمة الكهربائية عكس الفريقين الآخرين وهنا نرى أن الضحك بالفعل يساعد على تهدئة الإنسان الضحك يقوي جهاز المناعة يزيد حرق السعرات الحرارية ينظم ضغط الدم يقوي الذاكرة يزيد الإبداع يقلل التوتر في النهاية شريكني برايك في مكان التعليقات وإذا عجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به وتمتم في أمل الله لذلك تقرر مع نفسك أنك ستستيقظ غدا باكرا حتى لو نمت ساعتين فقط وبالفعل تضبط المنبه وتنام ولكن كما تعلم يعني لا تستطيع النهوض وتبقى نائما لذلك في اليوم التالي تقول مادام لا أستطيع الاستيقاظ صباحا لما لا أبقى مستيقظا طوال اليوم وهكذا تسجل بمنصة باس اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع ثم قم بتحميل التطبيق ثم افتح التطبيق وأدخل معلوماتك الشخصية وابحث في خانة البحث عن اسمي تأكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل